السلام عليكم أعزائي الطلبة معكم دكتورة فيان سعد أستاذة مادة نظريات الاتصالات لطلاب قسم هندس الاتصالات الحاسوب طلاب المرحلة الثالثة بدينا ديش المحاضرة الموضوع السورس كودينج قلنا عندي نوعين من البيانات حسب قيم البروبيلتي الاحتمالية من السامبول المرطنية إذا كانت البروبيلتي متساوي بكل السامبولات أخذنا قوانين وعرفنا شون نحسب من عدد الأفرج لانتكود والناتكود هو نفسه أوكي؟ واشتبنا الآخر هاليوم لاحظة ناخد الحالة الثانية إذا كانت البروبيلناتكود يسمي إياه باريوبيلناتكود بدينا 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 ماذا راح نحن نحضر السابقة على فكرة length code هاليوم نحن نأخذ variable length code here code ماذا وقت اعرف السيستماتي هو variable length code اذا كانت بابرتي مع السامبول لم تتساوي اختلفات سوف تل المستانة سوف تل المستاند سوف تل المست behaviو سوف تل المستاند extensively فأيج نان لديها مقارن. لديها مقارن. لديها مقارن مع الأسبان لديها. كود نحسب له اليمني بالموضوع أحسب شيء يسمى Source Efficiency كافاته Source Source Efficiency يتطيرها مز زيته للأس زيته للأس قانون من حفظ H اللي أخذناه سابقا يمثل Source Entropy تقسم تقسيم N Sub C في 100 في 100 إذا هنا نحسب قفاءة Coding مات أحسب يسمي لي أوكي النوع الأول طريقة الهوفمان كود عندي طريقتين نستخدمها إن 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 هي بالبارية كمان والله والله شانون فانو كود أوكي أوكي يجي هنا نجي الأول نوع اللي هو الهوفمان كود واحد واحد الهوفمان ناخد مثال مش رح هاي الطريقة بمثال S بلي فاين Source Efficiency بمثال بمثال يحدد لك الهوفمان كود وهن ما nós بمثال المنطيع معنواة المنطيع المنطيع منطيع المنطيع لدي عدد السامبل كمسامبل للx مطيني للprobability الاحتمالية من كل سامبل x1, x2, x3, x4, x5 مطيني الجدول مطيني الجدول مطيني قيمة ال x1, 0.45, x2, 0.55, x3, 0.2, x4, 0.1, x5, 0.1 هاي السؤال مطيني نجي للسوليوشن مالتنا اول ما ادي لازم انتبه على الجدول مطيني لازم يكون مجموع مجموع او ما معنا 0.45 و 0.15 0.6 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1 0.10 اذا انا مجموع الprobability مع نثنا 1 الشي يريد هو ريد احسب له وفي طلب المطلوب الذي أوجد له أكتب للقانون من sort efficiency sort efficiency هو الـ h عن l sub c في مية بالمية هذا حفظ وهذا إذن نازم أوجد الـ h أوجد الـ l sub c أكتب القانونية h of x قانوني ناقص أخذنا صادقا summation i من 1 إلى n عدد السامبل الـ property 1 كل السامبل في الـ log sub 2 الـ property 1 السامبل نفسها قانون الـ sub c أخذنا الجديد يقول لي everything is good هنا عنا يكون أيضا summation i من 1 إلى n عدد السامبل الـ length code 1 كل وحدة في الـ property 1 السامبل نفسها أيضا إذن هاي القوانين جداً مهمة نحفظهم أوكي هذا الجديد new average then good نحفظهم نحفظهم كم سامبل مضطيني مضطيني خمسة إذن الآن تساوي خمسة حسب السؤال كم سامبل مضطيني خمسة مدزية خمسة نحفظه نحفظها نحفظه هسنا نحفظه بإفتصالها الجديدة قيمة للبروبرتي الاحتمالي الى اقل قيمة شرط بي اذا ارجع عالجدول مالتنا اشوفه الجدول مالتي مطيني افصورة بخرب لها عيدة اكتب الجدول لنا XI والP للXI X1 X2 X3 X4 X5 مطيني هاي point point 4 5 point 15 point 2 point 1 point 1 ادي ارجع سوفه هنا الجدول عمودي XI والP للXI مالتنا فهنان سوفه الجدول لازم الترتيب مال الجدول مالتي يكون تنازليا منعنا قيمة منعنا قيمة point 45 نزلنا اش اسمها اسمها X1 وراء منيجي X3 اللي جد قيمته point 3 اكتبهم هاي اسمها X3 وراء منيجي X2 قيمته point 15 وراء منيجي عندي يجي X4 X5 نفس القيمة اذا نكتب X4 اكتب X5 point 1 point 1 اكتب 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 هاي مجموعة لازم لازم لقابة XI 1 شرط يقول احنا اول شي رتبنا تنازمنا على قيمة الاقل قيمة اثنين يقول اخر قيمتين ابدى اجمعهم ما الطريقة مو انت تشفى طريقة الحية والدرجة ما علي point one ويا point one تجمعها جقد الصير بصر عندي point two اكتبها منها يا point two ارجع من جديد اعيد كتابة الجدول هم اساوي تنازلية باعتبار هاي القيمة الاخيرة من جمعة صعرا واحد اوكي وردت بالجدولة اعلى قيمة اشوف point four five على الشي اذا اجي هنا من جديد اقول له هاي point four five تبقى اعلى من point two point three هم تبقى هاي هم هي اعلى من point two point 15 اصغر point two اكبر مني اذا لحاجة اصعدها اجيبها هنا قد اسمها قيمته point two وهاي point 15 بسهم انزلها هنا اصغر جقد قيمته point 15 هسا ارجع اعتبار عندي جدول جديدة و بعد ذاك جدول بي point four five point three point two point two point five اجي اخر قيمتين بي هم اجمعهم من جديد و جديد عيد العمليين اجي قد اصير القيمة point three five اجي من جديد على الجدول ماتي اخرنا من قيم البقت point four five اعلى اذا هذا ينزل نفسه point four five point three point three five منه هاي اعلى اذا هاي تصعد بمثل point three point three five هاي شصر بها هاي 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 شو نعدلها هاي تجي هنانا تنزل المكان هاي قد قيمتها point three اعلى ارجع جدول الجديدة عندي نفس الطريقة بقين ثلاث قيمة point four five ثلاثة خمسة اخير في اجمعهم ماذا قد يصير point ثلاثة خمسة هاي شو جدول الجديد بقيت point four five point منه الاكبر point six five اكبر يصعد هنا وهذا ينزل بسام هنا طاعة طريقة مثل حية والدرج تقريبا صعدة ونزلة وقت اخير ثلاثتين ثلاثتين اجمع ابقى استمر الى الاونسة الافيناتر اللي هو واحد لازم يطلع واحد لان اجمع القيم بس طريقة معينة اعيش رتبنا الجدول التنازلية اشوف اخيه قيمتين بالجدول اجمعهم صار point three هسه اجمع 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 على هذا العمود الاخ الجديد صار عندي عمود جديد اجمع اجمع باخير اثنين نفس الطريقة وصار اجمع اجمع أقارنها يبقى من الأعلى 0.65 مكانها 0.45 وقت الخير كانت لها مجموعهم مواحد أستمر أسهل ترغينا الأنصر إلى أرقم واحد حسنا نجي هنا أين الكود مال تستحدى عن ما مشتغل بالكود لح أجي لح أجي تدور التفرعات كل واحد أقطيها كود 0 1 هاي أقطي 0 أقطي 1 دائما أول واحد أقطي 0 أقطي 1 أقطي 0 أقطي 1 أقطي 1 أقطي 0 أقطي 1 للتفرعات إذن هذا الكود ماتح 0 1 هس شون أكتب الكود بقى هنا هونه شون أكتب الكود مالتنا طبعا نازم مقابيلة أسوي عمود اللي هو الكود والل اي ال اي قلنا شو معلين ال ال اي هو عدد البتات الموجود بالكود نفسنا دعنا نأتي الأول واحد مفروب هالا مقابيلة أشغط غنت هذا الجدول الأصلي 0.3 0.18 0.1 0.1 نجي هنا نجي الكود شو نحسب الكود نجي على الاول واحد X1 X1 قد قمسة 0.45 هس هنا ام شوية من البداية اذا اشوف شو الحية والدرجة شو يمر الطريق 0.45 0.45 نجي هنا نجي هنا نجي هنا 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 نجي هنا 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 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 من اليمين الى اليسار من اليمين الى اليسار من اليمين الى اليسار كتابة الكود نجي وارا .1 .1 باكسخ 4.1 قيمتش لقى كود صفر رئيسا اكتب صفر مشوية .2 صعد لقى صفر .0 .1 .1 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 هم صفر اللفقة صفر صفر ام شوية لك الصفر اذا كتبت صار الكود مع ال x1 اللي فرضتها لبرابرتي كودها واحد ال x3.3 كودها صفر واحد ال x2 مصطعش كودها صفر صفر واحد .1 أربعة صفر .1 أخيرة صفر 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 واحد ال i قلنا شي ال i يمثل عدد البتات بالكل ناكم بت واحد ناكم كود اثنين هنا تلت بيتات هنا اربعة وهنا اربعة البتات هذا اللي هو ال 4 هسا نحسب له ال ال سابسي ال سابسي حسب القانون هو مجموع قوبة يمال كل كود في النيت ماتة اي من واحد الى خمسة نجي نكتب هاسبت عمود اوكي نجي هنا اقول له يساوي هاسج واحدة واحدة اول واحدة الان اربعة اربعة خمسة اوكي نجي نكتب هاسج واحدة 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 بوينت اربعة خمسة عربعة خمسة في في واحد زائدة ثاني بوينت ثلاثة بشقدر كود مونت ثاني بوينت واحد بوينت في عدد الكود اربعة زائد بوينت واحد بوينت في عدد الكود اربعة اضربه ونشوف القيمة نشوف قيمة الارصبسي نشوف قيمة الارصبسي قيمته 2 2.1 واحدة قياسة هو bit على message نفس واحدة قياس source entropy حسنا نحسب source entropy نفس القانون ناقص من واحد الى خنسة pxi log sub 2 p لل x i نجي هنا ونزل ناقص خارج القوس اول قيمة 0.45 log 2 0.45 زايدة 0.3 log 2 0.3 زايدة 0.15 log 2 0.15 زايدة 0.1 log 2 0.1 زايدة قيمة قيمة log 2 0.1 سد القوس اضربه بالحاسبة اشوف تطلع القيمة 2.05 اخذ مرتبتين بعد الفارزة دائما عم تطلع حساباتي الصحيحة حساباتي اوكي هنا اوكي هسا حسبنا source anthrophydrate x runner els وحسبنا d efficient 颯 ها بس نحسب الأفشيانسي اجي البولة افشيانسي للسورس افشيانسي و اتش اوف اكس اكتب دلقانه من جديد ارصب سي في مية بالمية قسم القيام اللي هي 2.05 تقسيم 2.1 في مية بالمية يطلع لي القيمة اذا بس تضربوها تشوف نشكت قطاع القيمة بالمية و اذا نجي نقسمها نشوك القيمة تطلع لي 7.97.6 بالمية دامن هنا انا نقيم القيام من الكفاء من السورس كودينك دامن تطلع لي فوقت 90 بالمية مستحيل تطلع اقل اذا طلعت لكم اقل معنا حالكم بغرام اوكي اذا دامن تطلع 9.97.96 ارقام كلش عالية متلها عقل من كفاءة هاي الطرقمات بالكوديك بالتشفية كلش خمتازه هاي طريقة الهاتبان كود ان شاء الله يكون من اسبوع القادم وطريقة تطلع مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة